شدد زعيم واتلاف الوطنية رئيس الجفهة الوطنية المدنية إياد علاوي على أن الأوضاع في العراق لا تحتمل مزيدا من التصعيد وذلك على خلفية الأحداث الدامية التي رافقت الاحتجاجات للمتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات ومحاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي وجاء ذلك خلال لقائه في مكتبه ببغداد وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري وجدد علاوي دعوته إلى ضرورة عقد مؤتمر للحوار الوطني ضم جميع القوى السياسية الوطنية يدعو مصلحة الوطن فوق كل شيء ويمهد لتشكيح حكومة وطنية تلبي طموحات أبناء شعبنا الكريم وتقود البلاد إلى بر الأمان